اشتركوا في القناة وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى تقليص الفوارق المجالية في الوسط القروي لنتابع التقرير التالي لهشام فرحان وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والسياسة المدينة فاطم الزهر المنصوري أعطت ببني ملال انطلاق برنامج التنمية الدامجة الذي يروم النهوض بالمجالات الهشة على مستواجهة بني ملال خنيفرة البرنامج الذي أطلقته الوزيرة يندرج أيضا في إطار التماشي مع تحديات النموذج التنموي الجديد وقد تم بمناسبة هذه الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات أبرزها تلك المتعلقة بالتأهيل المندمج للأقطاب الحضرية وكانت الوزارة قد عملت على تنمية المجال القروي بالجهة عبر تنزيل برنامج المساعدة التقنية والمعمارية بكلفة إجمالية تقدر بـ 12 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات في خبر آخر أكد عدد من الخبراء المشاركين في فعاليات المؤتمر البرلماني الدول للحوار بين الأديان الذي تصدفه مدينة مراكش أهمية هذا اللقاء غير المسبوق كأرضية مثلة للنهوض بقيم السلم والتعايش بقى التفاصيل في تقرير لشيماء بك عدد من الخبراء المشاركين في فعاليات المؤتمر البرلماني الدولي للحوار بين الأديان بمراكش أكدوا على أهمية هذا اللقاء غير المسبوق كأرضية مثلة للنهوض بقيم السلم والتعايش يسلكوا سويا نفس الدرب من أجل بناء تحالف قوي بين هؤلاء الفاعلين بغية تطوير آليات مستدامة للحوار بين الديانات المشاركون في هذا المؤتمر ثمنوا عالياً مجهودات المملكة باعتبارها نموذجاً يحتدى به في احتضانها لثقافات متعددة وسعيها الدائم في تغليب الحوار وتحصين العلاقات بين الأمم والشعوب من ديانات مختلفة مؤتمر مراكش ترسخ بالفعل كبادرة وحيدة نجحت في جمع البرلمانيين والقادة الدينيين وممثل المجتمع المدن والخبراء من أجل بحث السبل وجعل الحوار بين الأديان رافعة للنهوض بالسلم في عالمنا هذا المؤتمر مهم بالنسبة لنا من أجل إرثاء قنوات الفهم واعتماد أرضية للمناقشات والمبادلات بين كافة الأطراف المعنية بغية النهوض بالسلم والتعايش ويعكس هذا المحفل ذو البعد الدولي الأدوار المهمة والمتعددة التي تتطلع بها المؤسسة التشريعية الوطنية ممثلة بمجلسي النواب والمستشارين والتي تنهر من تاريخ المملكة العريق والحافل بالأحداث والنماذج المضيئة في مجال التسامح الديني والعيش المشترك بمراكش دائما صدقت اللجنة الجهوية لسلامة الطرقية بالجهة خلال اجتماع بالإجماع على مشروع مخطط العمل الجهوي برسم سنة 2023 وقد تم تصطير هذا المخطط بالتنصيق مع القطاعات المعنية التي سهمت في بلورة واقتراح مجموعة من المشاريع باقي التفاصيل في تقرير لهنا حاجي اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية بمراكش أسفي صدقت بالإجماع على مشروع مخطط العمل الجهوي برسم سنة 2023 المشروع يهدف إلى تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 على الصعيدين الجهوي والمحلي كانت فرصة باش نقدم واحد شخص دقيق للوضعية السلامة الطرقية على مستوى الجهة والتي تميز مع الأسف بواحد الارتفاع كبير فيما يخص حوالي السير والضحايا في صفوف الفئات العديمة الحمي وخاصة أصحاب درجة تنائية وتلاتية العجلات في كلمة له خلال هذا اللقاء أكد والي جهة مراكش أسفي عامل عملة مراكش كريم قصي الحلو بأن هذا الاجتماع يعد فرصة للإطلاع على حصيلة وتقييم مؤشرات السلامة الطرقية برسم المخطط الخماسي الأول 2017-2021 في انتظار بلورة وأعداد المخطط الخماسي الثاني 2022-2026 هذا وصلت العرض الضوء على السلامة الطرقية بين الحصيلة والمؤشرات والنتائج الميدانية بالإضافة إلى هم محطات التدبير المؤسساتي بالمملكة وتقييم المخطط الخماسي الأول بالجهة في خبر آخر عقدت الجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارق اليوم الخميس بالقاهرة اجتماعها 13 بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثل البلدان الأفريقية بقى التفاصيل مع رغد قابوري الجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة تعقد بالقاهرة اجتماعها 13 بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثل البلدان الإفريقية اللقاء خصص لبحث تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال المياه والخروج برسائل موحدة تعرض احتياجات القرى الإفريقية في كافة المحافل الدولية حديث كله يتجه إلى التغيرات المناخية في مجال المياه إدارة المياه التعاون العبر للحدود في مجال المياه الحفاظ على حقوق الدول المتشاطئة للأنهار كل دي مبادئ مهمة جدا لمصر والأفريقية أن نشتغل عليها الجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفريقى تهدف لوضع إجراءات لتحصين إدارة الموارد المائية الإفريقية بالإضافة للخطة التشغيلية الاستراتيجية للفترة 2020-2024 التي ترم توفير خارطة طريق لتنفيذ الاستراتيجي على مدى خمس سنوات المقبلة نبقى بالقاهرة حيثوين عقد بمقر الأمانة العامة لجامعات دول العربية الملتقى الرابع للإدارات الانتخابية في الدول العربية كما شارك في الملتقى العديد من الرؤساء وأعضاء الإدارات والهيئات الانتخابية العربية بالإضافة لممثلين عن المنظمات الدولية بقي التفاصيل حول هذا الملتقى في تقرير لسكينة مسوية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة انعقد الملتقى الرابع للإدارات الانتخابية في الدول العربية تحت شعار الإعلام والانتخابات وذلك بالتعاون مع شعبة المساعدة الانتخابية التابعة للإدارة السياسية بالأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المشروع الإقليمي للدعم الانتخابي في المنطقة العربية المنطقة ده هام جداً لأنه أصبح منبر لتبادل الخبرات والتجارة في مختلف النواحي المتعلقة بالعملية الانتخابية محور المنطقة السنادي هام جداً لأنه يتناول دور الإعلام خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية واللي يعد شريك أساسي وهام جداً لإطفاء الشفافية والمصداقية والنزاهة على أي عملية انتخابية بتجري في أي دولة عضو في الجامعة العربية المنطقة يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الانتخابات من خلال تبادل الخبرات فيما بين الإدارات الانتخابية في المنطقة العربية كما تضمنت جلسات المنطقة عروضاً مقدمة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية حول دور الإعلام التقليدي والرقمي في الانتخابات ومناقشة سبل تعزيز قدرات الإدارات الانتخابية على التعامل مع المشهد الإعلامي بأبعاده المختلفة خلال العمليات الانتخابية إلى خبر آخر حيث لقيت 79 مهاجراً على الأقل مصرعهم بعد تحطم قارب في عرض البحر قبالة اليونان في حين تواصل السلطات جهودها في إنقاذ أجين محتملين في واحدة من أكثر الكوارث البحرية في أوروبا لنتابع تقرير لهشام فرحان بلدة بيلوس اليونانية كانت مصرحاً لحادث انقلاب قارب كان يقل على متنه مهاجرين ولاجئين ووفق التقديرات فإن القارب كان يحمل على متنه ما يصل إلى 750 مهاجراً أنقذ منهم حتى الآن 104 ركاب ويعاني الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفيات من أعراض انخفاض حرارة الجسم ما قد ينذر بوضع أكثر سوءاً في الساعات المقبلة ما دفع المسؤولين إلى طلب الدعم والمساعدة من الاتحاد الأوروبي وكانت الحكومة اليونانية أعلنت في وقت سابق حداداً وطنياً لمدة ثلاثة أيام على الضحايا وتشير بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم في هذه المنطقة منذ بداية العام الحاني قال المتحدث باسمي الاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية بيترستانو أن تساعد التوترات بين كوسف والسربيا سينتج عنه عواقب سلبية على علاقات البلدين مع الاتحاد الأوروبي بقي التفاصيل في تقرير لأنس الغلوش تساعد التوترات بين السربيا وكوسف خاصة بعدما اعتقلت القوات السربية يوم الأربعاء الماضي ثلاثة من رجال شرطة كوسف واتهم كل منهم الجانب الآخر بعبور الحدود بشكل غير قانوني اعتقالات تعتبر هي الأحدث في سلسلة من التطورات التي أثارت التوترات بين البلدين ما أثار مخاوفا من تجدد العنف بين السربيا وكوسف الاتحاد الأوروبي على أعقاب هذه الأحداث هدد السلطات في كوسف بعواقب سياسية في حال لم تتخذ قرارات لتهدئة التوترات مع المجموعة السربية في الشمال بيترستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي تعاكل الطرفين إلى اتخاذ خطوات فورية نحو وقف التصعيد وأن الدول الأعضاء اتخذت سلسلة من الإجراءات لمحاولة توجيه كوسف نحو تغيير موقفها في موضوع آخر قرر البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائد الرئيسي وهو المبلغ الذي تدفعه البنوك لإداعي النقد بشكل آمن في البنك المركزي للمرة الثامنة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس إلى أعلى مستوى منذ سنة 2001 وواحد لنتابع التقرير لردوان مستقيم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قال تعقب ندوة صحفية إنه سيتم رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي إلى مستويات مقيدة بما يكفي لتحقيق عودة التضخم في الوقت المناسب إلى الهدف المتوسط الأجل البالغ 2% وسيتم الاحتفاظ بها عند هذه المستويات طالما كان ذلك ضروريا يتوقع أن يظل التضخم أعلى من هدفه البالغ 2% حتى عام 2025 وألمح مرة الأخرى إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إن ارتفاع الأجور وقيام الشركات بدفع الأسعار لزيادة أرباحها أصبحت محركاً مهماً بشكل متزايد لتدخم جاء الارتفاع الأخر للبنك المركزي الأوروبي عقب أول توقف لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية منذ أكثر من عام في إشارة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم على أن دورة التشديد الحالي عبر الاقتصادات المتقدمة تقترب من نهايتها حتى مع إمكانية المزيد من التشديد الأمريكي إذلك مشاهدين أنكم قد وصلنا لختم هذه النشرة نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله